الان يا شباب انه انت ممكن انه تروح عند انه احنا اللي خلصنا انه خلصنا البازيك او المشين لانك بازيك ود كيراس واللوت انت بري بروسس ديتا في عندك انواع مختلفة من البيانات سواي كانت سياس في او نم باي او حتى باندا ديتا فريم امجز تكست كيف انه تتعامل معها وهنا شغلة مهمة انه اليوني كود لو انت بدك تتعامل مع تكست عربي تمام و شفنا شفنا الستيماتر انه كموديل جاهزة الان بدنا ننتقل للامجز تمام وباقي عنا برضو كذلك انه تكست الامجز احنا بدنا نشوف كيف بدنا نعمل كونفولوشنال نيورا نتورك تمام فهذا اول اشي بدنا نبدأ بس هنا بدي ارجع اذكرك انه احنا في المشين ليرنك في عندك الكلاسيكال ويتوسعنا في السوبرفايز اخذنا عدة الالغورثم زي ما انت شايف وبعضيها انتقلنا للميثود شوية متقدمة الانسب الميثود سواء كانت انه بوستنج او او راندم فورست هدو كلهم التنين يعني يعتبروا انسبل تمام والدي بالنيورال نتورك بدنا في البرسبترون او الملتي لاير لما حكيت لك انه انت عندك هذه تسمى اف سي او او ملتي لاير برسبترون او فيد فورورد نيورا نتورك ثاكر لما كتبت لك انه الملاذفات كلها ففعليا احنا اخذنا عدة موديلز سيكونشال موديلز اللي هي السيكونشال موديلز اللي موجودة انت عندك في الكراس الان باقي انه احنا نشتغل على الكنفولوشنال نيورا نتورك وعلى الريكرانت نيورا نتورك تمام الكنفولوشنال نتورك او سي عادة ان تستخدم في الصور تمام والريكرانت نتورك عادة ان تستخدم مع التكست في الناسيور الانجوز لانه الهدف انه تعمل بريزير للكنتكست او للأوردر تبع التكست ففي الكنفولوشن بدنا نفهم مفهوم الكنفولوشن يعني على سبيل المثال انت عندك شفنا قبل هيك انه الكلوثي انه عملنا فيد لبيكسل صح انه البيكسل هذا ضاوي او مش ضاوي او انه درجة الاضاءة تبعته تمام تخيل حالك زيك انه انه انت قاعد تطلع على صورة مغبشة مش عارف المعالم تبعيتها شايف صورة من بعيد زي هيك مش قادر انه انت تتعرف عليها واكتش ان انت تتعرف عليها لما انت تبدأ ملامح الشكل اتبين معك بالضبط كيف ملامح الشكل اتبين معك انا بدأ ارسهم شغلة يعني على سبيل المثال انا بدي اعمل ارتقاله تمام طيب لو قلت تمام واضحة كيف الفكرة طبعا هذا الجزء شرير تمام وهذا الجزء انه كيوت فهادي انا قسمته زي هيك لكن انه الان انه اوكي بدت تتعرف انه انت عندك الملامح انه هذا عبارة عن فاس لكات او لدوك او لشغلة زي هيك فلاحظ ان انا برسم اشكال هندسية دوائر مطلتات بهذا الشكل تمام نص دائرة نص دائرة تمام فالخطوط هادي انت بهم كاش انه البيكسل هذا ضاوي ولا مش ضاوي تمام انه تي شيرت هذا لونه كذا ولا لونه كذا انا بهمني انه احدد المسارات انه والله هيك هذا تراوزر هيك تي شيرت تمام انه ليس شاطر كثير انا في الرسم بس انه الفكرة وصلت صح وهذا اللي احنا بنا نسويه الآن انت بفيد كاش انه انت تجيب له اللون والله وانه هي البسة هادي لونها انه غري زي هيك تمام وانه عند المنطقة هادي لونها انها اسود وشغلات زيك لا اكتر ما بهمك انه انه انت تحدد فيتشورز وهذا اللي احنا بنا نرجع له في الديب ليرنينج انه لما نحكينا انه موضوع الفيتشور انجينيريك انت بترمية على الشبكة هي لحالها انه بتتعلم الفيتشورز فبمعنى اخر سينا نشوف في الطبقة هادي ايش نوعها طبقة جديدة غير الدنس وغير الفلاتن وغير الدنس فيتشور اللي احنا مرت علينا وغير الدروب اوت نوع جديد من الطبقات انه ايش الوظيفة تبعته انه هو يتعلم يطلع لي الاشكال هادي الخطوط هادي تبعت الشكل اللي موجود انا عندي في الصورة فبالتالي انه هاي الكات انت عندك كروي مش هو بتعلم انه يعلم المناطق هادي زي هيك عشان تظهر الملامح عندك بتصور انه هدا بشكل سيبليفايد انه شو معنات cnn واشو الوظيفة تبعتها تمام عشان في النهاية انت تبع انه هادي او كات ولا نات كات ايش الطبقات اللي بتتكون عندك طبقة الانبوت تمام لاحظ انه انت عندك هنا في الانبوت شايف ثلاثة على حسب الصورة نظام الألوان رجي بي تكون ثلاثة أو حتى نظام ألوان ثاني ممكن أن يكون أربع قنوات مثل هذا هذه الإنبود كرو إيميج فبالتالي عبارة عن ماذا تباح التباح التباح لو رجعنا هنا تنصر تفاكر التباح يا سيدي العزيز يعني ستكون عبارة عن 3D تنصر تمام عبارة عن مصفتة وربعات مثل هذا و الطبقة التي وراها عبارة عن تعمل العمليات هذه ما هي الوظيفة تحاول لماذا تنصر منها هذه عبارة عن شبكة التفافية ما يعني شبكة التفافية تعمل لك سكان للصورة مربعات لكي تظهر الخطوط تمام سوف أعطيك الآن بعضها الطبقة التي وراها تأتي تجمع تجمعات هذه نجمعها أنا عندي نوعين من البولنج أفريجنج وماكس فبالتالي كل طبقة يجب أن تأتي وراها طبقة تجمع تمام بعدها نفس الفكرة طبقة ثانية صف الطبقات زي ما بدك آخر طبقة ما يريد أن يكون عندك هنا طبقة وبعدها الطبقة تمام 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 وبعدها الطبقة الأخيرة هي طبقة عشان تعمل الصف الطبقة أن هاته cat أو dog أو أو طبقة أو ما بالضبط بالتالي باختصار عندك الانبوت بعدها مدهوه مدهوه بولنج صف الطبقات زي ما بدك بعدها بإددتك فلاتن بعدها اف سي وبعدها وراها بالضبط تمام بالضبط وهي دينس ستجد أن نضيف آخر طبقة دينس الآن ما هو مفهوم الالتفاف أنا أقول لك أن هذه صورة عندك مثل هذه وهي بيكسل ضاوية و بيكسل مش ضاوية فبالتالي لاحظ أنه ببدأ هنا من البداية أخذ مربع هذا وعمل إزاعها فبالتالي التفافية تتحرك على كل الصورة وتعمل إزاعها لكي نعيش الهدف وهذا الهدف هو أن تطلع هذه الخطوط التي ذكرت لك الآن نريد أن نطبق عملية ثانية وهي عملية البولينج هل يجب أن تكون مفهوم مفهوم طبعا لاحظ أيضا لاحظ أيضا من البداية ما لفت أخذ المربع هذا وهو ثلاثة في ثلاثة ركز معي ثلاثة في ثلاثة عملت إزاعها هنا تمام أخذته مثلك فبالتالي هذه الرسمة لو أريد أن أخذ لك هنا ما لفت نجد أن ما سمعت أن تعمل ثلاثة في ثلاثة إذا تمعتها ثلاثة في ثلاثة ثالثة ستة ايش؟ تسعة تسعة ثلاثة في ثلاثة تمام ثلاثة في ثلاثة يعني المساحة ستة 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 الليار نعم صحيح نعم تمام اوكي لغاية لما نخلص انه انت عندك اخر منطقة هنا وهنا ناتج الكنفولوشن بتخزن انت عندك في ماتريكس الى الكنفولود فيتشار هذه هي الفيتشار اللي هو بتعلم انه يعملها ويجب ان يعاير الويتش عشان يطلع الارقام اللي المفترض انه تكون موجودة عندك هنا تمام لما انت عندك جايح اشي من بعيد ابجكت هيك من بعيد ولا لونه مبين ولا اشي والدنيا ضباب وغبرة فبالتالي من الشكل تبعه تقدر تحدد انه ما هو هذا الابجكت تمام هناك شغلة مميزة في الفيل عنده خرطوم الارجل وطراس مثلك فبالتالي انه انت بدك تحدد الفيتشار او الادجز بها الشكل الان الادجز انه للشكل هذا زي هيك لما انت تجد تجد بهذا الشكل فبالتالي انه كل الشغلات هذه حيطتها كله منس واحد ما بديش ايها غير المنطقة هذه التي تبدك تركز عليها اللي هي هذه وهذه وهذه تمام عشان تطلع فيها الشيبس وهذا الاشي موجود عند الصورة هذه انت بدك تحدد الادجز هنا تمام بتحط مينس واحد عندهم كلهم وانت تطلع الادجز تبع هذا الشيب هذه هي الكارتن لانه هي واحدة من الانبوت الانبوت نتورك وانه انت بدك تحدد الزيز هل هي ثلاثة او اربعة او اربعة تمام طيب الآن نأتي موضوع البولينج هناك نوعين من التجميع تأخذ تجميعات متوسطة تأخذ ماكس ماكس كيف تعمل على سبيل المثال واحد واحد ستة خمسة هنا اخذ ماكس فبالتالي هنا حاول انه يعمل انه يختصر الفيتشار عنده عندك اثنين اربعة سبعة ثمانية ماكس ثمانية لو افريج انت تعبي الافريج تبع الاسترايد تبعتك فبالتالي هذا المصطلح التاني الذي سيمر علينا يبدأ حسنا 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 نأتي الآن نحن عائش سنعمل سنعمل على سفار images سنطبخ CNN على سفار images تبع مشهورة مشهورة بريلودة على ما اعتقد سفار 10 هيها بريلودة هنا عندي الكراس فصورة سفار 10 تحتوي على 60 ألف color images منونة 10 classes تمام 6000 في كل مجموع 60 ألف 50 ألف للتريننج و10 للتست تمام فبالتالي لا يوجد لدي X exclusive لا يوجد overlap في اللوت تبع لدي سيفار 10 لدي 2 تابل تابل X التابل 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 X a'airplane, automobiles, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship, truck média 10 classes فهنا عناعهم هم RGB فهنا سنرى الشيء بتباحه بس برضه عملها normalization فبالتالي عمل normalization للثلاثة ال R لحال وال G لحال وال B لحال فبالتالي انه هو الرين طبعه من 0 ل 1 حسنا هنا ال classes هنا يرسم أول بلوت ل 25 صورة بالclasses هذا الكود انه قد مصدر فهنا هنا فرق هنا track duck دير فهنا تقريبا 25 صورة للصور اللي هو الرد كيف حسب ايش؟ تقول مثلا هذه الصور مثلا الشخص او شكل معين من خلاص اه انه هذه صورة ضفطة هذه صورة شاحنة هذه صورة شاحنة برضه هذه صورة غزال هذه صورة اوتر موبيل فبالتالي الصورة هذه هذا ليس object detection هذا image classification فبالتالي ال image تحتوي على صورة تركز على object واحد والobject هذا تمام تمام هذا ليس object detection انه انت مثلا تكون عندك truck و horse في نفس الصورة و بديك تحددهم لا ليس object detection انه انت تحط لي مستطيلات على الصورة classification تمام نعرف الموديل الموديل تبعنا الطبقات لست مثلا الموديل كما ن نعرف الموديل 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 الليرز اللي هو أول لير هذا كونفتو دي تمام هذي للكيرنر وهذه للإنبوتشاب اللي هي عبارة 32 بيكسل في 32 بيكسل في ثلاثة تشينلز اللي هو الار والجي والبي تمام هجيت هذا الرقم الأول اللي هو الفلتر تبعي عايد برجع لك هنا في إنه صعب جدا أنت تحفظ هاي الشغلات خبتك ترجع للدوكومنتيشن عشان تعرف إشي براميته بمثال هذا أنا حدي مثلا عشرة براسس كل براسس مثلا فيه شيء خورة مشابه معينة بالضبط أقل له هذي صورة كات أقول له هذي كات خلي بالك هذي هورس هذي هورس بالضبط حسنا شوف معي يا مصصص ركز معي حاجات في الكونف هذه البراميتر الفلتر في الكارنال سيبدو الكارنال حكينا مين لأي طبقة وهي طبقة الكونفولوشن والسترايد لطبقة البولينج يبقى هنا انت عندك الكرنال والفلتر والسترايد هنا تمام والبادئ نجد التفاصيل بعدين فبالتالي انه اول براميتر انت عندك اللي هو الفلتر هو عباره عن انتجر dimensionality of the output space the number of output filters of the conclusion نرجع هنا اللي هو الامage 32x32 الconvolued واد كلم تكون كلم تكون الديمع يال هذا البراميطر وايه كلم تكون ثلاثة في ثلاثة وماذا يضع هنا هنا 32 لأعدد الفلتر والكارنر 3x3 والإنبوتشيب هي محددة بعدها تعالي لماكس بولنج كمان الديمينشن تبعه 2x2 تمام وبعدها راح ضاف كمان طبقة كونفولوشن كم لير عفوا اكم فلتر فيها 64 و الديمينشن تبعه والكارنر size 3x3 وبعدها بولنج وبعدها كونفولوشن خلصنا ليسا ما خلصنا عش احنا اشتوينا صفتنا طبقة كونفولوشن بعدها بولنج طبقة كونفولوشن بعدها بولنج طبقة كونفولوشن اخر حاجة ايش بدي اساوي بعد هيك يريد اضيف فلاتن وبعدها دنس وبعدها كمان دنس للكلاس لابل يبقى الافزي هنا انت بتحط قد ما بدك برضو طبقات تمام بس بالعادة انه ما بكونش انه كتير وهذه طبقة الفلاتن زم احنا شفنا في الصورة الان الموديل سامري تعالي اطلع هنا انه هتلاقي اصلا طبقات كونفولوشن لوحدها ستة وخمسين الف نضيف فراميتر لسا بنضيف عليهم الفلاتن ونشوف السامري فبالتالة التوتال انا عندي بطلع مئة وينة عشين بس الباقي عندك الباقي نفس الصابق بالظبط يعني بتعرف تعمل باقي تعرف الاقتمايزر واللوس والمترك تعمل فت طبعا هنا لما تشغل هاي عندك هنا على الكولاب ستلاقي اصلا عندك انفاعل جي بيو هتلاقي انه هو فعلا بياخد وقت مع الجي بيو انه بياخد نعم وبعدها بدك تعمل فلوت للهيستوري الهيستوري هذا مر علينا سابقا فالاكوريسي انت عندك الفل اكوريسي هي انه صارت زي هيك وبعدها ثبقت وبعدها الفل اكوريسي وبعدها الترينيج تلاقيها انه في الطالع فبالتالي انه متفرقين معنا بذلك انه انت في المنطقة داخل على تمام فبالتالي يفترض انه انت تعمل عندك هناك فبالتالي التست اكوريسي عندي 71 تمام المرة الجاية بدي اياك الامنشت او الفاشن امنشت تطبق عليها وتشوف على الامج تبعت انه في تحسين فبالتالي بدك تعتبر الباسلين موديل تبعك وتعتبر انه تحسن عن الباسلين او لا تمام فهذا الامنشت كل مرة الجاية ترجمة نانسي قنقر